الوحدة السادسة التفاضل التفاضل هو علم يقيس التغير الذي يحدث في قيمة دالة ما نتيجة حدوث تغير في المتغير المستقل كما أن التفاضل مفيد جدا في دراسة كثير من الظاهر المختلفة ومنها الظاهر الاقتصادية معدل التغير المقصود بمعدل التغير هو عبارة عن النسبة بين التغير في المتغير التابع والتغير في المتغير المستقل ويمكن التعبير عن معدل التغير بالرمز دلتا y على دلتا x مثال أوجد معدل التغير في الدالة y تساوي x تربية الحل dy على dx بيساوي limit لما dx بتقول لصف dy على dx بيساوي 2x أي أنا معدل التغير في الدالة يساوي 2x التفاضل الأول أو المشتقة الأولى يرمز لها بالرموز dy على dx أو y شرطة مثال إذا كانت دلة الإرادة الكلي يمكن التعبير عنها بالمعادلة tr يساوي 50x تربية سائد 5000 أوجد الإرادة الحدي عندما يكون حجم المبيعات 20 وحدة الحل يمكن التعبير عن الإرادة الحدي بالعلاقة dy على dx تساوي limit لما dx تقول إلى صف دلتا tr على دلتا x أي أنه كلما كانت الزيادة في المبيعات dx كلما كانت الزيادة في الإرادة دلتا tr أي أن tr زائد دلتا tr يساوي 50 في x زائد دلتا x تربية زائد 5000 بيساوي 50 يتم فك هذا الكوس مربع كامل مربع الأول x تربية زائد الأول في الثاني في اتنين اتنين في x في دلتا x زائد مربع الأخير دلتا x زائد 5000 ثم بالتعويض بقيمة tr وهي 50 x تربية زائد 5000 زائد دلتا tr تساوي 50 x تربية زائد 100 في x دلتا x زائد 50 دلتا x تربية زائد 5000 ثم نقوم بنقل قيمة tr إلى الطرف الآخر بعكس الإشارة لنحصل على دلتا tr بيساوي 50 في 2x دلتا x زائد دلتا x تربية بقسمة الطرفين على دلتا x أي دلتا tr على دلتا x يساوي 50 في 2x دلتا x على دلتا x زائد دلتا x تربية على دلتا x لنحصل على دلتا tr على dx تساوي 50 في 2x زائد دلتا x وبأخذنا هاتطرفين إذن دلتا y على دلتا x تساوي limit لما دلتا x تقول إلى صفر دلتا tr على دلتا x بيساوي limit لما دلتا x تقول إلى صفر 50 في 2x زائد دلتا x هنا يتم التعويض عن دلتا x تساوي صفر أي 50 في 2x زائد صفر تساوي 50 في 2x أي تساوي 100x إذن الإراد الحدي يساوي 100x يعني هذا أن دلت الإراد الحدي تساوي 100x وعندما حجم المبيعات يساوي 20 فإن الإراد الحدي نحصل عليه بالتعويض في المعادلة dy على dx يساوي 100 في 20 أي يتم التعويض بقيمة x تساوي 20 في الدلتا 100 في 20 يساوي 2000 ريال إذن الإراد الحدي يساوي 2000 ريال معنى هذا أن الإراد الحدي يساوي التفاضل الأول لدلت الإراد الكل بعض قواعد التفاضل القاعدة الأولى من قاعدة التفاضل تفاضل السابت يساوي صفر مثال أوجد تفاضل الدولة الآتية y تساوي a حيث اي مقدار سابت رقم b y يساوي 1000 g y يساوي جزر 5 الحل حيث اي مقدار سابت وتفاضل السابت يساوي صفر إذن dy على dx تساوي صفر y يساوي 1000 حيث 1000 مقدار سابت وبالتالي dy على dx تساوي صفر أيضا y يساوي جزر 5 جزر 5 أيضا مقدار سابت وبالتالي تفاضل المقدار السابت بيساوي صفر dy على dx تساوي صفر رقم 2 تفاضل المتغير X يساوي 1 مثال أوجد تفاضل الدالة Y تساوي X الحل DY على DX يساوي 1 القاعدة الثالثة تفاضل مقدار ثابت مضروب في متغير يساوي المقدار الثابت مضروبا في تفاضل المتغير مثال أوجد التفاضل الأول DY على DX للدالة الآتية ألف Y تساوي X حيث A مقدار ثابت باء Y تساوي 7X الحل رقم ألف Y تساوي X يتم تطبيق القاعدة DY على DX يساوي السابت A في تفاضل متغير X1 أي أن DY على DX تساوي A باء يتم تطبيق القاعدة أيضا Y تساوي 7X DY على DX يساوي المقدار السابت 7 في تفاضل متغير X بواحد 7 في 1 بسبع أي أن DY على DX تساوي 7 القاعدة الرابعة تفاضل دالة القوة اللي هي Y تساوي XSN هذه القاعدة من القاعدة الهمة جدا DY على DX تساوي N في XSN نقص واحد نقوم بإنزال القوة N ثم نطرح من القوة N نقص واحد مثال أوجد التفاضل الأول DY على DX ألف Y تساوي 7 ألف Y تساوي X السابت باء Y يساوي 3X تربية GY يساوي جزر X الحل ألف DY على DX يتم تطبيق القاعدة Y تساوي X السابت تساوي 7 في X XS7 نقص واحد أي 7 في XS6 إذن DY على DX يساوي 7XS6 باء Y تساوي 3XS2 وبالتالي يتم تطبيق القاعدة DY على DX تساوي 3 في 2 XS2 نقص واحد وبالتالي 3 في 2 ب6 XS2 نقص واحد بX إذن DY على DX تساوي 6X GY تساوي جزر X لكي يتم تفاضل هذه الدلة لابد أولا من التخلص من الجزر كمالي Y يساوي جزر X تساوي X السنص ثم نقوم بإجراء التفاضل بتطبيق القاعدة DY على DX يساوي نص X السنص نقص واحد وبالتالي DY على DX تساوي نص في X وسي ساوي نص تساوي نص اشتركوا في القناة